اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحفة نبدأها بالعنوين من عدن تايم خروج آخر أسرة كانت تسكن مكتبة في لحج من يمن مونتر وزير الإعلام يقول كان لدينا ما يزيد عن 290 صحيفة قبل الانقلاب من الموقع بوست محافظ البنك المركزي يعد بتعافي الريال واستعادة الثقة ومن الابزيرفر من التقارير المنوعة مليونين ونصف المليون مسلم شاركوا في الحربين العالميتين اهلا بكم محافظ البنك المركزي يقول ان الريال سيتعافى قريبا والوديعة السعودية فاتحة خير لقي هذا الخبر تفاعلا من مختلف المواقع الإخبارية وتصدر القراءات ففي موقع الموقع بوست نقل عن محافظ البنك منصر القعيط قوله أيضا ان الوديعة السعودية الجديدة ستكون فاتحة ثقة للاقتصاد الوطني وعاملا مهما لكسب ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية والدول الشقيقة والصديقة الدعمة والمساندة للبنك المركزي اليمني وتعزيز دوره ووظائفه مشيرا إلى أنها بداية لسلسلة من الإجراءات والمساعدات الاقتصادية التي ستعيد الحياة إلى طبيعتها وبداية أيضا لإنعاش وتعافي الاقتصاد اليمني وتمهيد لمباشرة عمليات البناء وإعادة الإعمار ونوها محافظ البنك المركزي إلى أن توجيهات البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة اليمنية ستكون حازمة مع كل المخالفين والمتلاعبين بالمال العام واجادة في حسن تخصيص الموارد العامة وقال القعيطي إن الصعوبات الحالية في طريقها إلى الزوال والريال اليمني سيتجاوز أزمته قريبا المسلحين الحوثيين أوقفوا 290 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية وفقا لموقع يمن مونتر الذي أورد تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني أثناء عقاد ندوة بالعاصمة الفرنسية باريس قال فيها أيضا إنه قبل عام 2013 كان هناك أكثر من 290 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية منها 17 صحيفة يومية و155 صحيفة أسبوعية و26 صحيفة شهرية وغيرها من الصحف وأربع قنوات رسمية و15 قناة خاصة وفي عام 2015 أصبحت هناك فقط 10 صحف وقناتان رسميتان موظفتان للإنقلابيين وأوضح الإرياني أن اليمن شهد أبشع الجرائم بحق الإعلاميين والصحفيين نتيجة استهدافهم من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والمنظمة الحقوقية والقانونية أن يقفوا بجانب الصحفيين في اليمن وأن يسهموا في رفع الجور والظلم الذي يتعرض له الصحفيون من قبل الجماعات الإنقلابية الحوثية المسلحة لا تنسوهم تحت هذا العنوان كتبت فكرية شهر مقالها المنشور في موقع يمن مونتر مضيفة في أجزاء من المقال يبدو أن قضية المعتقلين مثل ما هي قضية الجرحة تعد أهون القضايا أمام اهتمام الرأي العام لاعتبارها فردية تخص أشخاص يتحولون بمرور المأساة إلى مجرد أرقام في سجلات قد تكون ربحية للبعض مجعة للبعض الآخر لكنها تبقى أوجع القضايا وأشدها نكاية بهذا الشعب فيها يختزل كل طاغوت الإنقلاب ودمويته ومصادرته لرأيه الآخر ووجوده وحريته المعتقلون يموتون اتباعا تحت قسوة التعذيب ويحتمل الأهل وطأة القهر مرتين مرة حين يعتقل ابنهم بدون جرم يذكر ومرة حين تصلهم جثته كيس جلد محشوا بالعظم المحطم أن يقتل المعتقل تعذيبا وتزهق روحه تحت قهر الألم والإذلال ما هو إلا الموت آلاف المرات في كل جرعة تعذيب وتنكيل وما الموت حينها إلا رحمة يقتلونهم أبشع قتلة انتقاما من يمنيتهم فقط فلو كان معتقلا غير يمني لوجد صنوف الراحة والتدليل حتى يسلم إلى بلده ليس لهم سوى نواحي الأمهات يشاركنهم آهات الوجع خلف القضبان ويتحمل ثقل الانتظار والرجاء ووطأة تخيل ما يلاقيه أبناؤهم من صنوف العذاب يعددنا الصباحات والمساءات والساعات كالجبال على قلوبهن وأن لمرئ أن يدرك قلب الأم وما يقاسه فالكل تقاعس عن نصرتهم والمنادات بالإفراج عنهم لأن جماعة الحوثي جماعة همجية لا تقيم للأعراف الدولية أو حقوق إنسان بالا ككل جماعة إجرامية تفرض سلطتها غصبا من قلاب صار الوطن معتقلا كبيرا يتجرع فيه الشعب الصنوف العذاب والقهر وما أكثر النافقين موتا تحت هذا الوضع المأساوي العديد من العنوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم والبداية من العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بعودة المحافظ المفلحي حملة شبابية شعبية تنطلق في عدن وعنوان البدء بنقل المعتقلين في سجن بئر أحمد إلى سجن آخر تمهيدا لعرضهم على النيابة ومن عدن أيضا مقتل عقيد في الجيش وإصابة ضابط أمن إثر اشتباكات مسلحة في عدن ومن الميدان معارك عنيفة في طور الباحة والجيش يستعيد جبل الشعيبي وعددا من المواقع الاستراتيجية وعنوان آخر معارك طاحنة في مديرية المصنوب بالجوف وقتل حوثيون باستهداف التحالف لمعسكر تدريبي موقع المشاهد نت يتابع ما يقوم به أحد مسؤولي ميليشيا الحوثي في الحديدة وهو فعل تكرر بصورة يومية وعنوان الموقع أمين عام المجلس المحلي بمديرية الحوك يعتدي على موظفي مستشفى برفقة عصابة قال الموقع أصيب خمسة أشخاص من موظفي مستشفى الرشيد بالحديدة حالة أحدهم خطيرة بعد اعتداء وشروع بالقتل من قبل عصابة هاجمت المستشفى بقيادة أمين عام المجلس المحلي بمديرية الحوك علي باري يضيف الموقع عقب الاعتداء نهبت العصابة وأمين عام المجلس المحلي في الحوك براميل الديزل الخاصة بمولد المستشفى مما يعيق عمل المستشفى وينذر بكارثة صحية وإنسانية على حياة المرضى ضحية اسمها الحقيقة تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا في أجزاء من المقال يروى عن الفيلسوف ديوجين أنه كان يحمل شمعة في عز الظاهرة وتحت الشمس الصاطعة ويقول إنه يبحث عن الحقيقة لكنها دائما في مكان آخر وهناك واحدة من أشهد روايات القرن الماضي حملت عنوانا ذا دلالة يختصر المسألة كلها هو الحقيقة ولدت في المنثى فهل كانت الحقيقة على امتداد التاريخ هي الضحية سواء في الحرب أو السلام وهل كانت بالفعل كما وصفها تشيرشيل بحاجة إلى جيش من الأكاذيب لحراستها هذه الأسئلة وغيرها أيضا قد لا تنتهي لكن ما توصف به الحقيقة حتى في حياتنا الاجتماعية اليومية هي أنها مرة أو صعبة لهذا تتطلب مواجهتها قدرا كبيرا من الشجاعة والقدرة على الاحتمال وحين يسمع أو يشاهد الناس في أيامنا عبر مئات الفضائيات تفسيرات وتأويلات متناقضة حول خبر واحد فمن حقهم أن يتساءلوا أين هي الحقيقة إذن ما دام الجميع يدعونها ويسعون باستخدام كل الوسائل لاحتكارها حتى الحقائق العلمية المتعلقة بالفيزياء وظواهر الطبيعة ليست نهائية فالقمر والكواكب الآن ليست يذاتها كما تصورها الناس قبل ألف عام وكذلك قوس قزح والسراب لأن تاريخ العلم كما يقول العلماء أنفسهم هي تاريخ الأخطاء فالأرض لم تبدأ بالدوران لأن جاليليو قال ذلك والصراعات النفسية وما تفرزه من عقد ليس من اختراع برويد أو أي عالم نفسي آخر إنما يحدث هو اكتشافها وليس اختراعها لأنها موجودة قبل أن يولد الذين يكتشفونها والحقيقة بمعناها الدقيق هي بالفعل ضحية وغالبا ما يجري التآمر عليها لاستبدالها وفقا للنوايا والمصالح والأكاذيب التي قالت شرشيل إنها ضرورية لحراسة الحقيقة فعلت العكس وافترسة الحقيقة أسئلة كثيرة تبادرت إلى أذهان القراء عقب نشر معلومات عن خروج آخر أسرة كانت تسكن في مكتبة القمندان بلحج وعلق كثيرون ما إذا كان النازحون قد طلعوا الكتب التي سكنوا إلى جوارها لسنوات وحول الموضوع قال موقع عدن تايم إن ناصر الخبجي محافظ محافظة لحج وجه مكتب الأشغال العامة بالمحافظة بإعادة تأهيل مكتبة القمندان بعد أن تم إخلاء المكتبة من الساكنين فيها بسبب ظروف الحرب ونتيجة لتدمير منزلهم وقال رياض عبد الجليل مدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة لعدن تايم تجري الترتيبات والإجراءات الخاصة بإعادة مكتبة القمندان العامة حاليا بعد أن تم استلامها عقب خروج الأسرة الساكنة فيها قال الموقع إنه تم التفاوض مع الأسرة التي كانت ساكنة في المكتبة ودفع تعويض مالي لها مقابل إيجار سكن آخر على نفقة وزارة الثقافة ولقراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود أهلا بكم الجديد هادي يشكل لجنة لتحجيم الفساد الحكومي هذا العنوان تصدر صحيفة القدس العربي والتي تنقل عن مصدر الرسمي قولة إن الرئيس عبد الرب منصر هادي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة حكومية يمنية لتحجيم الفساد كمطلب سعودي لتقديم الدعم للوضع الاقتصادي اليمني المنهار والذي ربط هذا الدعم بضرورة وضع ألية يمنية للحد من الفساد الحكومي الذي يلتهم أغلب المبالغ التي يخصصها التحالف العربي لليمن قال المصدر إن هذا القرار صدر بعد أيام من لقاء الرئيس اليمني عبد الرب منصر هادي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي وعد بدعم استقرار سعر صرف العملة اليمنية الريال عبر منح وديعة سعودية قدرها مليار دولار شريطة وضع حد للفساد في الجهاز الحكومي اليمني الذي يستنزف الكثير من المعونات والمساعدات لليمن وأضف أن المادة الأولى من القرار قضت بتشكيل لجنة تسمى لجنة التنسيق والمتابعة وتقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية في السعودية لتنفيذ نتائج اجتماع الرئيس هادي مع ولي عهد المملكة محمد بن سلمان في المجالات الاقتصادية ومنح القرار الجمهوري هذه اللجنة صلاحيات القيام بالمتابعة والتنسيق بدعم من البنك المركزي بملياري دولار أمريكي كواديعة للحفاظ على الريال اليمني من الانهيار وتمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشفات المرفوعة من وزارة الكهرباء وبدء مشروع لإعادة الأعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة لا تزال حركة الملاحة الجوية والبحرية في اليمن متوقفة منذ أسبوع كما تقول العرب الجديد خلافا لتصريحات مسؤولين في الحكومة الشرعية أعلن فيها عن استئناف الملاحة البحرية الجوية في المنافذ الخاضعة لسيطرتهم مسؤول في ميناء عدن قال للعرب الجديد إن حركة الملاحة لا تزال متوقفة منذ سبعة أيام نافيا الأنباء التي تحدثت عن استئناف العمل في الميناء وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن ميناء عدن لا يزال مغلقا أمام حركة الملاحة ولم تصدر أي تصاريح جديدة لدخول بواخر القمح والزيوت المنتظرة خارج الميناء وأشار إلى أن التحالف السمح بتفريغ حمولة باخرتين لديهما تصاريح مسبقة تحت ضغوطات أممية لكن لم تصدر تصريحات جديدة ولم يستأنف الميناء نشاطه منذ الاثنين الماضي الصاروخ ولجم الانقلاب الكبير عنوان المقال الذي كتبه رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل مضيفا في أجزاء من المقال لا غموض حول هوية الصاروخ الذي استهدف الرياض السعودية أعلنتها والجيش الأمريكي أكدها وحطامه يقدم الدليل لا مجال لتأويلات أو التباسات إنه صاروخ حوثي إيراني الحوثيون فيه مجرد فرصة لإطلاقه ولعل الحادث نفسه يكشف لماذا اضطرت السعودية إلى خوض الحرب في اليمن شعرت أن المقصود من انقلاب الحوثيين هو تنصيب ممثل إيراني للجلوس على ترسانة صواريخ هدفها الأول والأخير تهديد أمن المملكة رسالة الصاروخ صارخة مكتوبة بحبر فارسي وهي تؤكد الانتقال من استراتيجية التطويق والضربات الملتبسة إلى الاعتداء الواضح والصريح إنها عملية انتهاك علنية لما يمكن تسميته الخط الأحمر ولا تستطيع السعودية تهاون حيال اعتداء يمس أمنها الوطني واستقرارها وصورتها لا غرابة في أن يلجأ النظام الإيراني إلى عبور خط أحمر فهو بطبيعته لا يتقيد بقوانين السير الدولية أي القوانين التي تنص على دخول الدول من بواباتها الشرعية واحترام سيادتها وحدودها الدولية والتعامل معها وفق المواثيق والأعراف الدولية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية سياسة زعزعة الاستقرار تقوم على إسقاط هيبة الخطوط الحمراء والقوانين الدولية فتح الصاروخ فصلا جديدا في العلاقات السعودية الإيرانية وفي العلاقات الخليجية الإيرانية تتمسك إيران بسياسة إعادة تشكيل الإقليم لانتزاع الموقع الأول فيه وربما لتكون الشريكة الأكبر للشيطان الأكبر والواضح هو أن السعودية الجديدة اختارت نهجا جديدا في احتواء الانقلاب الكبير وردعه لم يترك الصاروخ الحوثي الإيراني للسعودية إلا خيار توظيف كل قدراتها وعلاقاتها للجم الانقلاب الكبير إنها معركة مستقبل الإقليم وتوازناته بطولات منسية بهذا العنوان نشرت صحيفة الأبزيرفر تقريرا عن المسلمين الذين قاتلوا في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا ودفن في مقابر مع قتل الحلفاء وبقيت قصصهم مجهولة يقول في فيكتشاو دهري في تقريره إن باحثين قضوا الأعوام الستة الأخيرة في فحص وثائق من الإرشيف العسكري وعددا كبيرا من المذكرات الشخصية لمحاربين في الحرب العالمية الأولى من 19 بلدا وخلص البحث إلى أن مليونين ونصف المليون مسلم شاركوا في صفوف جيوش الحلفاء بصفة مقاتلين أو عاملين وقد بدأت عملية البحث بمبادرة من رجل بلجيكي بعد أن عثر في مذكرات من الحرب العالمية الأولى لوالد جده على فصول مطولة عن المسلمين الذين التقاهم في جبهات القتال ووجد الباحث حسب تشاو دهري أن هؤلاء المقاتلين جولبوا من أفريقيا والهند وروسيا وحتى من أمريكا فعاشوا وماتوا مع المسيحيين واليهود كما اندهش الضباط الفرنسيون والبلجيكيون والكنديون من معاملة الجنود المسلمين الإنسانية للأسرى الألمان ولما سئلوا عن ذلك ذكر لهم الجنود المسلمون أن هذه طريقة معاملة الأسير وفق تعاليم الإسلام وينقل الكاتب عن فريري قولة أو فيفق قولة إن صورة المسلمين في الغرب هي أنهم أعداء وأنهم وافدون لم يقدموا شيئا لأوروبا وهدف عملنا هو أن نجعل جميع أوروبا تفهم أنه بيننا تاريخ مشترك بعيدا عن السياسة والاستعمار ونحن نقدم وقائع وقصص حقيقية ينبغي أن تعرفها أوروبا كلها جدل كبير في بريطانيا والسبب كما أوردت صحيفة الشرق الأوسط ظهور مسلمين في إعلان للكريسمس وفي التفاصيل فإن إعلانا أطلقته سلسلة متاجر تيسكو وهو جزء من حملة مرحبا بالجميع ظهرت فيه 14 عائلة خلال الاحتفال بالعيد وتناول الديك الرومي وفي أحد مشاهد الإعلان يحيي أفراد أسرة مسلمة بعضهم البعض ويتبادلون الهدايا استعدادا لعطلة عيد الميلاد لكن الإعلان ومدته دقيقة واحدة أثار حفيظة بعض المشاهدين الذين انهالوا بالعبارات والتعليقات العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي معللين ذلك بأن المسلمين لا ينبغي لهم الاحتفال بالعيد وكتب أحدهم على تويتر أصدرت تيسكو إعلانا لعائلات تحتفل وتستمتع بعشاء عيد الميلاد لماذا تم تضمين أسرة مسلمة في الإعلان ووصل الأمر بالبعض إلى دعوة لمقاطعة متاجر تيسكو على خلفية الإعلان في المقابل رد آخرون على التعليقات العنصرية بحق المسلمين بانتقادات لاذعة وكتب مغرد أخبار صار جدا مجموعة كبيرة من الحمق والجهلاء يقاطعون تيسكو بسبب إعلانهم لعيد الميلاد مما يعني أن متاجره لن تكتظ بالعنصريين الجهلاء حينما أقوم بالتسوق فيه من جانبها أصدرت تيسكو سلسلة المتاجر الكبرى في فريطانيا بيانا أوضحت أنه ينبغي على الجميع أن يحتفلوا بالأعياد وأضافت مرحبا بالجميع في تيسكو خلال الكريسمس وأننا فخورون بالاحتفاء بالطرق المختلفة التي يأتي زبائلنا من خلالها في جميع الأعياد صدم طفل العلماء وأشعل حيرتهم بحسب صحيفة البيان معلومات عن مستقبل كوكب الأرض وغزوه من قبل الكائنات الفضائية مسببا جدلا واسعا في أوساط الخبراء خاصة مع معلوماته الكثيرة عن الفضاء التي أدلى لهم بها ودع الطفل بوريسكا أنه عاش في الفضاء حياة سبقت ولادته على الأرض وزار كوكب الأرض سابقا عندما كان طيارا في الفضاء وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانيكا أن والدي الطفل أكدا أنه كان قادرا على الكلام بعد أشهر قليلة من ولادته وكان يتحدث عن أمور غريبة مثل الحضارة الفضائية وزعم بوريسكا وينحدر من مدينة روسية أنه عاش على كوكب المريخ الذي دمرته الحرب وتعرض لكارثة نووية في الماضي السحيق ودع الطفل أن المريخيين الذين يبلغ طولهم حوالي سبعة أقدام لا يزالون يعيشون تحت سطح الكوكب الأحمر ويتنفسون ثاني أكسيد الكربون وأوضح بوريسكا كيف كان للمريخيين علاقة قوية مع المصريين القدماء على الأرض وكيف زار الكوكب مرة واحدة كطيار التليغراف التقطتها عدسة مصوريها المحترفين من مختلف أنحاء العالم ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم ننقلها لكم ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم ننقلها لكم في جولتنا المصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نترفكم مع مجموعة من رسم الكاريكاتير في أمان الله ننقلها لكم في جولتنا المصورة لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر